نيابة عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى أهل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وبمناسبة تخريج الدفعة رقم 200 من أكاديمية سانت هيرس العسكرية الملكية في المملكة المتحدة منذ تأسيسها الحديث في عام 1947 حضر معالي السفير الشيخ فواز بن محمد أهل خليفة سفير مملكة البحرية لدى المملكة المتحدة حفل التخريج الذي أقامته الأكاديمية العسكرية الملكية تحت رعاية جلالة الملك تشارز الثالث ملك المملكة المتحدة الصديقة وبحضور جلالة الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وبمشاركة أصحاب السمو والسعادة كبار شخصيات الدول العربية الشقيقة وأكبار مسؤولية الحكومة البريطانية الصديقة حيث جرى خلال الحفل تخريج دورة مرشح ضباط الأكاديمية العسكرية الملكية والذين تضمنوا من بينهم مبتعثين من قوة دفاع البحرين هذا وقام جلالة الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في نهاية الحفل بمنح وسام الملك حسين إلى المرشح ضابط الشيخ الوليد بن خالد آل خليفة من مملكة البحرين والذي يتم منحه للطالب العسكري الأكثر تحسنا في مساره الأكاديمي والعسكري في الكلية وبهذه المناسبة أعرب معالي السفير الشيخ فواز بن محمد آل خليفة عن اعتزازه بالإناب عن جلالته حفظه الله ورعا في حضور هذا الحفل التاريخي مؤكدا على عمق العلاقات الاستراتيجية والتاريخية بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة متمنيا لخريجي المملكة دوام التوفيق والنجاح في مسيرتهم العسكرية خدمة لمملكة البحرين ترجمة نانسي قنقر